العراقيون يعيشون أزمة الكهرباء التي أحالت حياتهم إلى ظلام وعطلت معظم مصالحهم دون حلول تذكر منذ احتلال العراق 2003 في بلد غني يعوم على بحر من النفط فضلا عن مصادر الطاقة الأخرى حتى أصبحت أزمة الكهرباء وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة التي أهدرت نحو 80 مليار دولار دون جدوى بحسب لجنة النزاها النيابية تتنوع صور الفساد الحكومي التي تنهي كل ميزانية وتثقل كاهل المواطن وتتضطح جلية في إبرام العقود والاتفاقيات التي لا طائل من ورائها سوى سرقة المال العام فقد أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة الحالية عن التوصل إلى اتفاق مع إيران على تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى العراق بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء مختصون أكدوا أن الدول التي تلجأ لمثل هذه الحلول تكون عاجزة عن توفير مستلزمات هذا البناء المتصل بضرورات الحياة فإما أن الحكومات المتعاقبة أوصلت العراق إلى هذا العدز وإما أنها تريد أن تسرق أمواله من خلال هذه المشاريع التي ترسخ الذل والتبعية لإيران وتطلق الرصاصة الأخيرة على البنى التحتية للبلد فيما قال وزير الكهرباء في الحكومة الحالية بالوكالة عاد الكريم إن الوزارة تحتاج إلى 20 تريليون دينار سنويا لشراء الغاز والطاقة وإجراء صيانة للمحطات الكهربائية إيران تحاول من خلال أذرعها وميليشياتها أحكام السيطرة على سياسة واقتصاد ومقدرات العراق وجعله تابعا لها من خلال تنفيذ أجنداتها كتدمير منظومة الكهرباء بشتى الوسائل واستخدامها كورقة ضغط لتمويل صادراتها فيما يعاني الشعب العراقي من أزمات مستمرة من صنع إيران التي تدرك جيدا مدى تأثير تلك الأزمات على المعادلة السياسية وهي ديمومة بقاء العراق ضمن دائرة النفوذ الإيرانية